اشتركوا في القناة وتعظيمه تبارك وتعالى ولنفي الشرك وعبادة غير الله ولقد جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة ليحرر النفوس من رق العبودية لغير الله تعالى ويسمو بها ويرفعها عن براثن الخرافة والوثنية ويخرجها من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والتوحيد ولا شك أن عقيدة المسلم أعز شيء عليه وأغلى شيء لديه بها يواجه أعتى الابتلاءات وأشد الفتن والشبهات والخرافات بالعقيدة والتوحيد يقف سدا منيعا أمام الأباطيل والظلالات